هناك من يقول إن كشف الوجه ليس حراما وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات وفي الحج بصفة خاصة فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه مرأة من العورة التي يجب سترها بل هو أشد المواضع في فاكنة في جسمها لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه لأنه مركز الجمال ومحل مدح الشعراء أكثره في محاسن الوجه فالوجه أعظم عورة في المراهة مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه من ذلك قوله تعالى فضرب الخنار على الجنوب يرجى منه تغطية الوجه ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صفة ذلك غطى وجهه وأبدى عينا واحدة فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الآية فما رواه عنه عبيدة سلماني لما سأله عن ذلك ومن السلة حاديث كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهل محلمة أن تنتقل أو أن تلوس الوجه فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها وليس معنى هذا أنها إذا أزالت الوجه والنطاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفة فلتستره بغير النقاب وبغير الوجه لدليل حريف عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فكان إذا مر بين الرجال سدل تحدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه المحرمة وغير المحرمة يجب عليها سطر وجهها عن الرجال الأجانب لأن الوجه هو مركز الجمال وهو ما حل النظر من الرجال لا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة الله تعالى أعلم جزاكم الله خير خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة